من جديد يا مرحبا بكم أفاد بيان ختامي صادرون عن اجتماع لوزراء خارجية الدول الجوار الليبي في القاهرة أن جيران ليبيا اتفقوا يوم الاثنين على عدم تدخل في شان الليبي من أجل انهاء حالة الفوضى والاشتباكات الجارية في البلاد دعينا إلى حوار وطني جاد مزيد من التفاصيل في تقرير جمال دياب من القاهرة الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة عن السلاح وفق نهج متدرج التأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن تزويد الفرقاء الليبيين بالسلاح تلك كانت بعضا من بنود المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية والتي أعلن عنها سامح شكري وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الليبي محمد عبد العزيز عقب الاجتماع الوزري الرابع لدول الجوار الليبي بالقاهرة قد ضمنت المبادرة كذلك عددا من العناصر التنفيذية أهمها الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة وبدء حوار بين الأطراف السياسية التي تنبز العنف وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد الوزير الليبي من جانبه أبدى ترحيبا بالمبادرة المصرية وأشار إلى أهمية دور دول الجوار للوصول إلى حل للأزمة في ليبيا رافضا في الوقت نفسه التدخل الأجنبي في شؤون بلاده وشارحا لمجريات الأحداث داخلها أصبح ليس هناك أي مكان للمأتمة الوطن العام بأن يستمر في عمله لأن الشرعية من القاعدة الشعبية وشرعية جاءت عن طريق الانتخابات ولكن نحن نعي جيدا لأن هناك بعض الفئات أو بعض المجموعات بما في ذلك بعض أعضاء مأتمة الوطن العام الذين يريدون أن تسير ليبيا بطريقة كما يرونها نفي قاطع جاء كذلك على لسان الضيف الليبي حول تضارب الجهود الدولية مع الجهود الإقليمية لحل الأزمة الليبية وخاصة مع اقتراب جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا والتي ستعقد في 27 من هذا الشهر وطلبنا من مجلس الأمن أن يكون هناك غيطاء لليبيا ولدول الأخرى التي تهتم بمكافحة الإرهاب لحيث أن مجلس الأمن يعطي الشرعية لهذه الدول لكي تتعاون مع ليبيا فيما تعلق مكافحة الإرهاب مع اجتداد العمليات العسكرية والصراع الدموي بين الميليشيات الليبية المتناحرة تزداد الأزمة السياسية الليبية عمقا وتساعا ويأتي اجتماع دول الجوار الليبي ليفتح أبواما أمام السبل الدبلوماسية بعيدا عن تدخل العسكري الذي أعلنت عنه عدد من الدول جمال دياب الغدو العربي القاهرة أيضا نقلت مصادر أعلمية عن سفير ليبي لدى القاهرة أن بلاده عاجزة عن حماية حقوله النفطية ووصول أخرى للدولة وبحاجة إلى مساعدة خارجية من جانب آخر قال مدير مطار الأبرق الدولي في شرق ليبيا إن صواريخ أصابت المطار واختار مجلس النواب الليبي العقيد عبد الرزاق الناظوري رئيسا جديدا للأركان خلفا لللواء ركن عبد السلام جاد الله العبيدي الذي يعد حاليا في حكم المقال علاوة على ما تشهده ليبيا من صراعات سياسية ومسلحة قائمة بالفعل فإن صراعا آخر يلوح في الأفق بين مجلس النواب والجيش المجلس وفي جلسته يوم أمس بمدينة طبرق اختار العقيد عبد الرزاق الناظوري رئيسا للأركان العامة للجيش ورقه إلى رتبة لواء خلفا للواء ركن عبد السلام جاد الله العبيدي المعتبر حاليا في حكم المقال من جانبها رفضت قيادات عسكرية تابعة لرئاسة الأركان العامة قرارات البرلمان رفضا قاطعا وأكدت تمسكها بالعبيدي بدافع رفض جر المؤسسة العسكرية إلى التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد ويحمل نواب رئيس الأركان مسئولية ترد الأوضاع في البلاد وعدم بناء المؤسسة العسكرية إضافة إلى دعمه للكتائب المسلحة المنضوية شكليا تحت رئاسة الأركان العامة وبجانب الأزمة التي قد تنجم عن تغيير قيادة أركان الجيش تواجه ليبيا إمكانية وجود برلمانين بعد دعوة متحدث باسم ما يعرف بعملية فجر ليبيا إلى عودة المؤتمر الوطني العام القديم الذي تشكل بعد سقوط معمر القذافي وترفض كتائب مصراطة المكون الأساس لعملية فجر ليبيا مجلس النواب الجديد الذي شهد ظهورا قويا للإبراليين والمشرعين الذين يسعون لتطبيق نظام التحادي أما مطار طرابلس الذي أعلنت عملية فجر ليبيا سيطرتها عليه فقد شهد بحسب شهود عيان اندلاعا عن نيران ما أدى إلى تدمير مبنى الركاب بالمطار تماما فيما لحقت أضرار بكل الطائرات أمامه وبالكثير من المنازل والمباني الإدارية على طريق المطار معنا من القاهرة دكتور أيمن شبانة صد علوم السياسية بمركز دراسات الفريقية في جامعة القاهرة دكتور شبانة في البداية هذه المشاهد التي شاهدناها قبل قليل للطائرات المدمرة على أيدي ليبيا يدمرون المطارات يدمرون حقول النفط يدمرون البنية التحتية في ليبيا متى سينتهي هذا المشهد باعتقادك؟ هل ينتهي بفناء الدولة الليبية؟ أعتقد أن أحداث العنف في ليبيا سوف تستمر لفترة طويلة قادمة في ظل اتساع مصرح العمليات والكثرة الشديدة في أعداد الميليشيات المسلحة حوالي 1500 ميليشيا مسلحة وأيضا لانتشار الكثيف للسلاح خاصة السلاح الخفيف ليبيا الآن فيها حوالي 21 مليون قطعة سلاح هي تعيش حالة الآن تشبه حالة حرب الكل ضد الكل الأمر الذي ينزر بالفعل إما بتفكك الدولة أو يعني يعني أفقا هذه اللحصائية 21 مليون قطعة سلاح دكتور شبانة عندنا في اليمن 60 مليون قطعة في ليبيا يعني 25 أو 21 قطعة سلاح هذا يعني كل مواطن سوري لديه خمسة أسلحة يعني يعني هذه أرقام كلاسية عالمية بالفعل يعني المدنيون في هذه الدول يحملون السلاح حفاظا على وجودهم الجسدي بمعنى أن الجيش الليبي ذاته لم يعد له وجود فعلي على أرض الواقع وبالتالي أصبح المواطن الليبي مضطرا لأن يحمل السلاح بنفسه دفاعا عن وجوده الجسدي وحماية ممتلكاته وأمنه الشخصي طيب دكتور شبانة يعني نحن ليبيا عدد سكانة حوالي 6 مليون نسمة ثلاثة مليون منهم خارج ليبيا أكثر من 300 إلى 400 ألف جرحة يعني يتداون في الأردن وفي تركيا وفي مصر وأنت تعلم هذا جيدا تقريبا على حساب الدولة هذا يعني بأن في داخل ليبي حوالي الآن 2 إلى 3 مليون ليبي تتكلم أنت ربما نصفهم الآن مسلحين أو ميليشيات هل لعب التدخل العربي بين القوسين وبكل صراحة دورا في تأجيج المشهد الليبي بالفعل هناك دور واضح للكطر الاستخبارات الكطرية في تأجيج المشهد الليبي هناك بعض العناصر المحسوبة على كطر التي تضع مخالبها في الجسد أو تنشب مخالبها في الجسد الليبي هناك أيضا الاستخبارات من جانب بعض الدول مثلها تركية كل يبحث عن مصالح ذاتية أو كل يدعم فريقه على حساب الصالح العام لليبي وعلى حساب الوطن الليبي وعلى حساب الشعب الليبي الشقيق أي يعني ليبيا دولة كان من حقها أن تستقر بعد الثورة التي حدثت في 17 فبراير 2011 لكن ما حدث هو العكس تماما انتقرت ليبيا من سيء إلى أسوأ في ظل انهيار قدرة السلطة الحاكمة على ضبط الأوضاع على الأرض سواء السلطرة على السكان أو دقليم هل يتحمل اللواء حفتر جزء من المسؤولية؟ اللواء حفتر يكون بعملية كرامة ليبيا من أجل استعادة سلطة الدولة على السكان وسلطة الدولة على الأقليم ولكن يبدو أن الإنجازات التي حققها في البداية لم تدم لأنه لم يحظى بالدعم الكافي من الداخل الليبي يعني الكثيرون في ليبيا عبروا عن مساندتهم لعملية كرامة ليبيا ولكن مساندة بالقول فقط دون أن يصاحبها على الأرض مساندة فعلية العكس على الجانب الآخر الميليشيات المسلحة وجدت في بعض القبائل الليبية وبعض دول الجوار بأحاضنة مساعدة على مواصلة العمليات ضد اللواء حفتر طيب عندما يقول السفير الليبي لدى القاهرة أن بلاده عاجز تماما أقصد الدولة المركزية عن حماية منشآت النفط عن حماية المطارات عن حماية مراكز الدولة وغيرها وبنفس الوقت جوار ليبيا يقولون لن نتدخل لا عسكريا ولا بشريا في ليبيا إذن ما الحل يعني ليبيا طالبت من قبل الأم المتحدة بالتدخل ونشر قوات أممية فيها وأيضا طالبت بتدخل بعض دول الجوار ربما حتى يصل الأمر إلى حد مناشدة دول الجوار والمجتمع الدولي بالتدخل العسكري لكن الحالة في ليبيا حالة شديدة التعقيد لماذا؟ لأن كل جماعة أو ميليشيا مسلحة تعتقد أنها تملك الحقيقة المطلقة والكثير منها يرفض الحلول الوسطى والكثير منها أيضا يرفض الجلوس إلى مائدة التفاوض ويفضل عليها الاحتكام إلى السلاح أيضا لا يوجد اتفاق سلام لكي يتم التدخل من أجل حفظه لا يوجد اتفاق على تدخل قوات دولية أو حتى إقليمية إذن ستتحول أي قوات متدخلة إلى طرف من أطراف الصراع وربما هي نفسها تصبح هدفا لعمليات عسكرية من جانب أطراف الصراع إذن التدخل البر سيكون مكلف جدا 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 أعتقد أن الوضع الآن في ليبيا يصعب تسويته سلميا لأن الصراع لم يصل بعد إلى نقطة النطق التي تكبر أطراف الصراع على الجلوس إلى مائدة التفاوض عندما يقولون بيان لمؤتمر جوار ليبيا أنه يجب مكافحة بؤر الإرهاب بؤر الإرهاب هذه كلمة فاضفاضة لفظ عام يجري على إطلاقي ما المقصود ببؤر الإرهاب وأنت تعلم بأنه إذا أردنا كل من يقاتل في ليبيا هم إسلاميون وتختلف درجات الشدة بينهم بين منطرف ومحافظ وأخواني وشيء من هذا القبيل ما المعيار على أن هذا إرهابي وهذا متطرف وهذا متشدد يعني المعيار هو أسلوب العمل السياسي بمعنى أن الجماعات التي تقبل المشاركة في السلطة أو مهادنة السلطة أو الجلوس إلى مائدة التفاوض هي جماعات يمكن التعامل معها بالفعل هذا أمر منطقي أما الجماعات الأخرى مثل أنصار الشريعة هي جماعات ترفض فكرة التفاوض ترفض الحلول الوسطى لا تريد إلا السلاح والعمل من خلال السلاح وحده وبالتالي هذه الجماعات لا يمكن التواصل معها إلا من خلال المنهج الأمني إذن هي الجماعات التي يمكن وصفها بالإرهابية هي جماعة أنصار الشريعة تحديدا والجماعات الموالية لها شكرا جزيلا لكم دكتور أيمان شبان أستاذ العلوم السياسية بمركز الدراسات الفريقية في جامعة القاهرة كنت معنا من هناك ملفات متواصل معكم من الغد العربي في لندن وتتابعونا فيه بعد قليل الجامعة العربية تبدي قلقها من أحداث اليمن ومجلس الأمن وأجلوا جلسته إلى يوم الجمعة